اربع لعيبة انتقالوا من النادي الاهلي لبيراماز فشل نقود اي challenge منسوا تأسيسه تعالوا نتكلم ونشوف الاربعة دول كسبه من النادي الااهلي ولخسره وهناأني مش بتتحدث عن ناحية المادية لأنهم اكيد من ناحية المادية كسبه جدا لكن انا بتكلم من ناحية الجمهارية ومن ناحية البطلات وناحية التقلق و الزهور في الدورة المصري ومنطقة نتحدث تعال نشوف الاربعة كهذا departments لوضعه اللاعب هكذا وضعه نكمضا اول لعب هو شريف اكرامي الحارس المارمال انتهى من النادي الاهلي شريف اكرامي حاليا هو التاني لاحمد الشينيوي مبيروحش المنتخب خالص وما بنسمعش عنه اي حاجة فبالتأكيد من وجه النظر شريف اكرامي فشل تماما تاني لعب هو احمد فاتح احمد فاتح كان نجم كبير جدا في النادي الاهلي لكن لما راح بيرامدز ما اصبح ملوش اي وجود ولا في المنتخب ولا بيرامدز السيسناء اخر كان مبارا في بيرامدز يبتدى يلعب وبرضه محاقش نجاحات كبيرة ثالث لاعب بقى هو رمضان الصبحي اللي كسب مادية لكن خسر كل حاجة حرفيا جمهريا ومهريا مش ده رمضان الصبح اللي كان في الاهلي لعب المهالي اللي كان متوقع له يكون افضل لاعب في الدولة المصري رمضان الصبح دلوقتي ما بتسمعش عنه خالص ولا دايما بيكون مرشح ان هو ينضم لخيمة منتخب مصر اما بقى اللعب الرابع وهو عبدالله السعيد وده اكبرهم سنا لكن هو افضل واحد في الاربع انتقل من الاهل البيرامدز لكن بيقدموا السواك كويسة جدا والله السعيد خامة مختلفة عن اي لعب في الدولة المصري رأيي ان عبدالله السعيد هو الوحيد اللي نجح